طيب أعمل إيه لو أنا خلطت حد وفي نفس اليوم عرفت إن هو مصاب لو خلطت حد ولمسته من غير كميمات ودوارد ممكن يحصل وفي ناس أسمع إن هي في هذا الوضع دلوقتي طيب إحنا خدنا برضو الخبرة من الدول اللي سبقتنا بنعمل لقاءات طبعا لقاءات بتبقى طريد إنترنت مع دكاترا يعني خبراء في مجالهم من وهان ومن هونج كونج ومن ماريزيا وورونا الصور إزاي اتنين دخلوا مكان فيه احتفال في خلال 48 ساعة عدو 30 واحد اتنين عدو 30 واحد 30 واحد في خلال نص ساعة خلال 48 ساعة اكتشفوا 48 واحد قاعة فيها احتفال احتفال غنائي فيها 100 واحد فيهم واحد بس اللي كان حامل الفيروس خرجوا من القاعة 70 عندهم وهو ده اللي حصل في العيد من تجمعات الناس اللي سفت لذبت فهم حضريك سؤال حضرتك أنا النهاردة كنت مخالط فلان وبعدين عرفت تاني يوم ده فلان ده طلع عنده كورونا اعمل ايه؟ اه احنا مش عايزين نهون الموضوع نهوله خالص ولا نكبر خالص ولا نكبر ولا نصغر اول حاجة حضرتك لانه بيجي بقى جاري ده فلان كان معايا في شغل مبارح يعملوا لي مسحة يعملوا لي معرفش ايه يعملوا لي ايه؟ انتقال الفيروس بيعتمد على درجة المخالطة اوضح دلوقتي لقدر الله انا عندي الفيروس فيه اشخاص بيبقوا دول المخالطين من الدرجة الاولى الاسرة في البيت لو انا بشتغل في مكتب مثلا بشتغل معايا اربعة خمسة او خلال الشغل دايما دخلوا لي اربعة خمسة عشر مرات دول اقدر اتعرف عليهم لو انا عايزة اجيبهم اجيبهم انا كجهات صحية يعني بابحس في المخالطين ايوا المشكلة في المخالطين ايوا اللي هم غير معروفين يعني انا برضو عندي الفيروس حامل لا قدر الله وبعدين ركبت المواصلات وبعدين نزلت على البنك عديت دخلت البنك وبعدين سحبت كده المرتب فقلت روح للسوبر ماركت بقى اصرف شوية دخلت السوبر ماركت وبعدين قبلت صحابي بعد الضهر قبل الحظر اعدت معهم وعمال عادي وقفت على محطة الاندر جراوند طيب هنقف عند محطة الاندر جراوند عشان ده مهم جدا 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 وقفت على محطة الاندر جدا 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 ترجمة نانسي قنقر